بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيد محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بحضراتكم في كورس وقف الخسارة على قناة STC سالمور تريدينج شانل ومع الحلقة الأولى من هذا الكورس تحت عنوان كيف أستفيد من تجربة الخسارة يقول جيسي فورمور أحد أغاطرة التدول من الأخطاء القاتلة في المضاربة محاولة تحسين سعر مركز خاسر بعد دائما ما هو خاسر واحتفظ بما هو رابح انتهى كلامه وعندنا في الأمثال المصرية والعربية الخسارة التي تعلم مكسب والمثل القائل ما نقص من مالك ما زاد في عقلك والمثل لم يضع من مالك ما وعذك مجموعة من الأمثال الشعبية التي تعبر أحسن تعبير عن أساس مهم جدا من أسس المضاربة الناجحة يقول ريتشارد وايكوف صاحب نغريت وايكوف الشهيرة في التدول وأحد أوائل كبار المحللي الأنفانيين أنه لا يمكن المضاربة أو الاستثمار دون الوقوع في خسائر من حين لآخر فالخطر موجود في كل عملية سواء كانت مضاربة أو استثمارا وعلى كل متعامل الحظر المستمر والتوقع الدائم لحدوث شيء ما غير منتظر انتهى كلامه وبناء على ذلك فالمضارب الذكي هو من يعتبر خسارته الصغيرة حدثا جيدا يقف عنده لمنع الوقوع في خسارة أكبر فمما لا شك فيه أن الخسارة المحدودة مقدور عليها بعكس الخسارة الكبيرة التي قد تصل إلى حد الكارثة وطبعا هذا لا يتأتى له إلا بقبول خسائره الصغيرة برحابة صدر فالتصميم على عدم أغز أي خسارة مأخذ الفحص والدراسة وتقبلها بصدر رحب يشكل خطأا فادحا قد يكلف صاحبه فروة كبيرة ويكون نتيجتها الحتمية خروج المضارب أو المستثمر نهائيا من السوق إن تقبل الخسارة بصدر رحب يعتبر أهم أحد صفات المستثمر والمضارب الناجح فجل من لا يخطئ لكن العبرة هي بالاعتراف بالخطأ وتصحيحه بسرعة وتحجيم آثاره السلبية على المحفظة الاستثمارية ككل فواجب المضارب هو الدفاع عن رأس ماله الذي يعد ذخيرته في معركته الاستثمارية والذي بدونه سيخرج حتما من السوق أقول هذا لأنني أجد الغالبية العظمى من المتدولين تميل إلى التصرف بعكس ما يتطلبه النجاح في السوق فهم يأخذون الأرباح بمجرد غرها ويتركون الخسائر تتفاقم من دون ضابط بدلا من تطبيق مبدأ خسارة صغيرة مؤكدة أفضل من مكسب بعيد مشكوك فيه فلا يجب السماح أبدا لخسارة صغيرة أن تتفاقم وتصبح كارثة كبيرة بل يجب الخروج من السوق بسرعة وانتظار الفرص المواتية القادمة للعودة إليه مرة أخرى وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن نلتقي في المحاضرة الأفضانية من كورس أو في الحسارة لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني اشتركوا في القناة